الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعنا كفة ضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الإخوة المؤمنون إن الله تبارك وتعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العبد بين الله تبارك وتعالى وعباده وعبد الإيمان عبد العبودية لله تبارك وتعالى عبد الخضوة عبد الخضوة والتذلل لله تبارك وتعالى فالعبد دائما هو عبد لله والله تبارك وتعالى دائما رب للعبد وإله للعبد ومالك للعبد ولهذا السبب رعاية العهد بين العبد وربه أمر من أسس العقيدة ويتضمن رعايتنا لعهد إخواننا المسلمين الميثاب والعهد والذمة بين المسلم والمسلم أن يعرف المسلم لأخيه المسلم ما يعرف من نفسه وما يعرف لنفسه من هنا قال سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محددا قيمة الرباط الذي يربط المسلم بالمسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل زبيحتنا فذلك المسلم الذي له زمة الله وزمة رسوله فلا تخفر الله في زمته هذا الحديث يشوره بشارة واضحة إلى رابطة الأخوة بين المسلم والمسلم وأن المسلم يجب عليه حين يذكر أخاه المسلم يذكر له هذا العهد والميثاب ويذكر له علاقته بالله ويذكر له هذه الزمة التي نهى الله تبارك وتعالى عن خفرها وعن نقضها في حديث آخر يقول عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خرض خرائضا وحد حدودا خرض خرائضا وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع الإسلام فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا أيها الناس على لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ومن نكث زمة الله طلبه الله ومن نكث زمتي خاصمته ومن خاصمته فنجت عليه ومن نكث زمتي لم ينى الشفاعة ولم يرد علي الحوض ألا إن الله لم يرخص في القتل إلا في ثلاث مرتد بعد إيمان وزان بعد إحصان أو في قتل النفس فيقتل بها ألا هل بلغت ألا هل بلغت هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الحديث عن زمة الله عندما تطرق فرضا من الفرائد أو سنة من السنن تقتحم محرما من المحرمات أو تستهيل بشعيرة من شعائر الله فإنك قد نقضت زمة الله إنك قد نقضت ولكست زمة الله وعيد الله عندما تمتسل الأوامر وتجتاني بالنواهي وتحافظ على السرائض والسنن والحجود إنك في هذه الحالة تقوم بواجب إيمانك وواجب دينك ومن أعظم ذلك عبد أخوتك بأخيك في الله عبد أخوتك بأخيك المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله المسلم الذي يستقبل قبلتك ويأكل زبيحتك ويشهد لك بما يشهد به لنفسه ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المسلم هو المسلم عند الله وهو المسلم عند رسول الله بينك وبينه زمة الله وزمة رسول الله ما يقوب فيه المسلمون اليوم ريبة ونممة وفعون ونقص وتنقيص لإخوانهم أطلق خالف عاد الله وزمة لذلك يجب على المسلم أن يتنبه قبل فوات الأواهي يجب عليه أن يتذكر ويعود إلى صوابه ويعرف لأخيه المسلم ما أمره الإسلام بأن يعرفه منه لا يعرف منه إلا الشهادة هذه الشهادة عهد ومساق وزمة من نقضى وإلا الله وإلا الله ومن طالبه الله منه إلا الله وإلا الله وهذه العهود والمواسق كلها ومن نكث زمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصمه أيضا يوم القيامة بين يدي الله قال ومن خاصمته وشكوته بين يدي الله ومن نصرت عليه وانتصرت عليه ومن نقضى عهد الله ونفاقه لم يرد النبي وحر 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 وسلم الحوض ولم ينل قسطا من شفاعة رسول الله وشفاعة رسول الله وشفاعة رسول الله وقابل يعيش عليه كل المسلمين لا يجن مسلم يدعي أن أماله وحدها تدخله الجنة لا يجن مسلم يدعي أن عبادته وإيمانه وصدقه وإحلامه وتقواه وإحلامه 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 كانت مجتمعة جهة قياما لا رحمه ولولا قضر الله ورحمته وقضره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليخرحوا بذلك أيها الإقوة هذا العهد الذي أشرنا إليه أمر ينبغي أن يتوسع فيه ولكننا نعلم حرارة الجو وما نحن فيه اليوم نحمد الله ونشكره على ذلك يجب أن نتنبه على ذلك نحافظ على أهد الله فيما بيننا وبين الله نحافظ على أهد الله فيما بيننا وبين إخواني العباد الله إنما المؤمن من إخوة المؤمن من إخوة وضع أهد لكم أسافة للمطار الله تعالى الله تعالى وتعالى يقول وأوقو بالعهد إن عهد أسؤولى ونقعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم مليك والبرم الحمد لله حمدا يقبل بحكمة الله البالغ ويحيط بنعمه السابقة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذات وصفاته وحده لا شريك له في ذات وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد أعبد الله ورسول المنعوث بجميع المحامد والقلق الأظيم المقصود كمال لطلب والتقديم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه آله رضا والتسليم مما بعد أيها الكوى المؤمنون إن الله تبارك وتعالى يعطي ويمنع إن الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط إن الله تبارك وتعالى يرفع ويخفض إن الله تبارك وتعالى يمنم وعليك أن تشهد منته عليك إن الله تبارك وتعالى يبتل ويخفض وعليك أن تتحمل البلاء وأن تتقبله ابن حبان وأبو يعلى وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسعين من تسعين امرأة واحدة في الجنة وبقيةهن في النار فشق هذا الكلام على من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين شق عليهم هذا الكلام فاستدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن المرأة إذا حملت إذا حملت كانت بمنزلة القائم الصائم المحرم المجاهد في سبيل الله حتى إذا وضعت وأرضعته في أول رضعة أعطاه الله تبارك وتعالى أجر من أحيان سمع أثابها الله بثواب من أحيان ميت أو أعتق رغب من ولد إسماعي إذا التسع وتسعين التي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليست من المسلمين إن المسلمة إذا حملت كان لها هذا وغير المسلمة إذا جمعت أعداد النساء غير المسلمات جاءت تسع وتسعين في مقابل إمرأة واحدة وهذا هذا ما أصدقه تعداد شعور العالم في هذا العصر إذا أن المرأة المسلمة مثابة وبأجورة بقدر ما نسلمها في حديث عبد الله بن عتيق قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أحد أصحابه وهو عبد الله بن الحارس وكان مريضا فصاحبه أي دعاه يا فلان فلم يجبه فقال لقد غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاحبه النسوة يبتين فأخذ جابر يهدئهن ويمنعهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن وإذا وجبه فلا تبكي النباكة قال له يا رسول الله وما وجوبه قال موخف إذا مات لا وجب أي إذا مات من قولك وجبت الشمس إذا غربت أي إذا طلعت روحه وانطفأ نور الحياة من جسمه فلا يجوز لامرأة أن تبكي عليه فقالت ابنته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعها والله إني لأرضو أن تنال الشهادة لأنك قد كنت أتممت جهازك أي أنه استعد للذهاب للجهاز وأكمل كل شيء وجد الراحلة ووجد الزاد ووجد القوة التي يذهب بها حتى حال بينه وبين ذلك الأجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهادة ما تعدون الشهادة يعني ما تعدون الشهادة عندكم قالوا القتل في سبيل الله قال الشهداء تسعة سوى القتل في سبيل الله الشهداء تسعة لا سبعة سوى القتل في سبيل الله قال المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والحرق والمطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد أي أن الشهداء السبعة الذي يموت بالضاعون بالوباء والذي يضرب في الماء شهيد والذي يموت بالربو ذات الجنب أي التهاب غشاء الفشة غشاء الصدر أو مرض الصدر الذي يؤلم الجنب الذي يموت بهذا الداء شهيد والمطون شهيد الذي يموت بمرض البطن يصاب مرض في بطنه حتى يكون ذلك سبب موته والحرق الذي يموت في الحرق شهيد والذي يموت تحت هدم أو ردم تحت جدار تحت بناية وقعت عليه البناية أو سقط عليه الجدار أو إن هدم عليه بناء أو إن هدمت عليه بئر كل هؤلاء ضمن المهدوم عليه هم شهداء شهيد والمرأة تموت بجمع أي المرأة تموت في الولادة بسبب الولادة فهي أيضا شهيدة هؤلاء كلهم شهداء ونحن نعزي أنفسنا ونعزي أخانا الشيخ رثمان بشير في فقده لابنته هذا اليوم ويصلى عليها إن شاء الله بعد هذه القطبة وبعد هذه الصلاة نسأل الله لنا وله الصبر والعزاء الحسن فإنا لله وإنا إليه راجعون وهي الكلمة التي أمر الله تبارك وتعالى بأن يقولها المؤمن حين يصاب بمصيبة ولا شك أن البلاء عنوان غفران عنوان المغفرة عنوان التخلص من الزنوب والخطايا والآسة عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسي وسنى فيه ملائكة المسبحة بغلسي وسنى فيكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقد قل جلا من قائل العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحمض المورود المقام في المقام المحمود على آله زي الفضل الجلي أصحابي ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وضع اللهم عن أصحابي نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أحمد رحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدك شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعات أجمعين اللهم اجعل هذا اللهم آمننا في views وصلحوا لا شرم واجعل اللهم ولا تنافين وانخافك وتبعه رحمة الله ورحمة الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والأحيام والأموات اللهم نور الأهل قبرهم في الأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تبع على التائبين وغفر ذنوب المزجمين وغفر بدين عن المدين وحمرض المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والإداية لنا ولسائل المسلمين في برد البحر فأجمعين اللهم اضطر المسلمين في كل مكان اللهم علي راية الإسلام عليها اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم اللهم ادفعهم عنا بما شئت اللهم ادفعهم عنا بما شئت اللهم رد كيدهم في نحرهم ونعذك يا الله من شرورهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزين والرباء والزلازل والمحن وسؤل فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنقنا عذابنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيجائي بالقرباء وينهى عن الفحشاء والممكن والبغي عئوكم لعلكم تذكرون وأكلم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قمت الصلاة قد قمت الصلاة قمت الصلاة قمت الصلاة قمت الصلاة